مراحل تطور إدارة سلاسل الإمداد يمكن القول أن مفهوم إدارة سلسلة الإمداد مر بخمس مراحل إدارية متميزة حيث توصف المرحلة الأولى بعصر إدارة الإمدادات الداخلية أما المرحلة الثانية بدأت خدمة الإمداد في الانتقال من المركزية التنظيمية إلى مركزية الوظائف الأساسية مدعومة بمفاهيم جديدة مرتبطة بتحسين تكلفة وخدمة العملاء بينما المرحلة الثالثة شهدت التوسع الهائلة في خدمات الإمداد بما يتجاوز الاهتمام الضيق بالمخازن والنقل الداخلي لتبني مفاهيم جديدة تدعو إلى ربط العمليات الداخلية بالوظائف المماثلة لدى شركاء قنوات التوزيع وفي المرحلة الرابعة ومع نمو مفهوم علاقات قنوات التوزيع أفسح مفهوم الإمداد القديم الطريقة للإدارة الكاملة لسلسلة الإمداد وفي الأخير مع تطور تطبيق تكنولوجيا الانترنت على مفهوم إدارة سلسلة الإمداد يمكن القول أن إدارة سلسلة الإمداد تدخل مرحلتها الخامسة أي ما يسمى إدارة سلسلة الإمداد الإلكترونية والجدول التالي يعرض مختلف المراحل سالفة الذكر ترجمة نانسي قنقر